اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات فارع الجبر درس النهاردة بعنوان ضرب الحدود الجبرية واسمتها كيفية ضرب حد جبري في حد جبري اخر بنعمل ايه؟ عند ضرب حد جبري في حد جبري اخر بنقوم بعملية ضرب المعاملات ثم نضرب الرموز طيب لو جينا نضرب الرموز اذا كانت الرموز متشابهة فبنجمع الاسس والاساس كما هو ازاي الكلام ده؟ مثال اتمل ما يأتي رقم واحد اتنين الف في تلاتة به حد جبري في حد جبري بنبدأ نعمل ايه؟ نضرب المعاملات وهي الاعداد اتنين في تلاتة يساوي ستة ثم نضرب الرموز الف به بنحطهم جنب بعد تطلع الاجابة الف به اتنين سالب تلاتة سين قس 2 في خمسة سين قس 3 في البداية بنضرب المعاملات وهي الاعداد سالب تلاتة في خمسة تطلع الاجابة سالب 15 نضرب الرموز سين قس 2 في سين قس 3 هنا الاساسات متشابهة يبقى ينزل الأساس ونجمع الأسس 2 زائد 3 يساوي 5 تبقى الإجابة سالب 15 سين قص 5 تمرين اوجد ناتج ما يأتي 1 نص ألف قص 5 فيه 3 ألف قص 3 نبدأ بالأعداد يبقى نص فيه 3 نص فيه 3 يدين عدد نسبي وهو 3 على 2 ألف قص 5 فيه ألف قص 3 ينزل الأساس ألف ونجمع الأسس 5 زائد 3 يساوي 8 تبقى الإجابة 3 على 2 ألف قص 8 2 3 على 5 ألف قص 5 بقص 2 فيه 4 على 7 ألف قص 3 به يساوي نوع نبدأ البداية مع ضرب الأعداد 3 على 5 فيه 4 على 7 3 فيه 4 يساوي 12 على 5 فيه 7 يساوي 35 بعد كده نضرب الرموز فناخد الرمز ألف ألف قص 5 في ألف قص 3 رموز متشابهة ينزل الرمز زي ما هو ألف ونجمع الأسس 5 زائد 3 يساوي 8 نضرب الرمز به به قص 2 في به ننزل الرمز به ونجمع الأسس هنا البهة التانية دي معناها به قص 1 فبنجمع الأسس 2 زائد 1 يساوي 3 3 4 على 3 سين أس 3 صاد فيه 3 سين صاد أس 2 بنبدأ مع ضرب المعاملات 4 على 3 فيه 3 هنا يمكن الاختصار على 3 فقال 1 وعلى 3 فقال 1 يطلع الإجابة 4 في 1 ب4 والمقام 1 ما بنكتبوش سين أس 3 في سين الأساسات هنا متشابهة ننزل السين ونجمع الأسس السين دي معناها أنها أس 1 يبقى 3 زائد 1 يساوي 4 نضرب الصاد صاد فيه صاد أس 2 تنزل الصاد الصاد الأولانية الأس بتاعها 1 يبقى 1 زائد 2 يساوي 3 تبقى إجابة نهائية 4 سين أس 4 صاد أس 3 سؤال الرابع 4 سين أس 3 فيه 2 سين صاد أس 2 فيه 5 سين أس 3 صاد أس 4 نضرب المعاملات 4 في 2 ب8 في 5 يساوي 40 بعد كده ناخد الرموز سين أس 3 في سين في سين أس 3 كمان مر السين الأسطانية دي معناها الأس 1 فبننزل السين ونجمع الأسس 3 زائد 1 أربعة زائد 3 يساوي 7 نضرب الصاد صاد أس 2 في صاد أس 4 تطلع الإجابة صاد ونجمع الأسس 2 زائد 4 يساوي 6 يبقى الناتج النهائي 40 سين أس 7 صاد أس 6 تمرين جديد مستطيل طوله 5 سين أس 2 وعرضه 3 سين من وحدات الطول احسب مساحة المستطيل نحل السؤال ده ازاي؟ لابد أولا من كتابة مساحة المستطيل مساحة المستطيل تساوي مين عارف الكلام ده؟ مظبوط حد قال الطول في العرض ونبدأ نعود عن الكلام ده نشيل الطول ونحط قيمته وهي 5 سين أس 2 فيه نشيل العرض ونحط قيمته وهو 3 سين هنا نضرب الحدود نبدأ بالمعاملات 5 في 3 يساوي 15 وسين أس 2 في سين سين الثانية دي معناها الأس واحد يبقى سين ونجمع الأسس 2 زائد 1 وساوي 3 هي دي الإجابة ولازم ناخد بالنا أنها وحدة مربعة لأنها مساحة تمرين جديد متوازن مستطيلات طوله 7 سين وعرضه 2 سين صاد وارتفاعه 3 سين من وحدات الطول احسب حجم عشان نحل السؤال ده لازم نفتكر حجم متوازن مستطيلات الحجم ده بيساوي ايه؟ فعلا عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع ونبدأ نعوض عن قيمة كل واحد فيه نشير الطول ونعوض بقيمته 7 سين في العرض 2 سين صاد في الارتفاع 3 سين ده عبارة عن ضرب حدود جبرية نضرب الأول المعاملات يبقى يساوي 7 في 2 يساوي 14 14 في 3 يساوي 42 بعد كده ضرب الرموز سين في سين في كمان سين يبقى سين قس 3 وما فيش غير الرمز صاد ينزل زي ما هو هي دي الإجابة ولازم ناخد بالنا ان ده حد يبقى وحدة مكعبة ازاي نقسم حد جبري على حد جبري آخر بنقوم أولا باسمة المعاملات ثم اسمة الرموز طب اذا كانت الرموز متشابهة فبنقول عند اسمة الأساسات المتشابهة بنطرح الأسس والأساس كما هو مثال أكمل ما يأتي واحد تمانية ألف قس ثلاثة على اتنين ألف في البداية بنقسم المعاملات وهي الأعداد تمانية على اتنين يساوي أربعة ألف قس ثلاثة على ألف الألف معناها أن أس واحد فبنعمل إيه بينزل الأساس ألف ونطرح الأسس ثلاثة ناقس واحد يساوي اتنين تبقى الإجابة أربعة ألف قس ثلاثة سؤال الثاني سالب اتناشر سين قس ستة على سالب ثلاثة سين قس ثلاثة بنبدأ في عملية الإسمة نقسم المعاملات سالب اتناشر على سالب ثلاثة يساوي موجب أربعة نقسم الرموز سين قس ستة على سين قس ثلاثة دي أساسات متشابهة ينزل الأساس سين ونطرح الأسس ستة ناقس ثلاثة يساوي ثلاثة يبقى الحال النهائي موجب أربعة سين قس ثلاثة تمرين اوجد ناتج ما يأتي واحد تمانية سين قس ثلاثة صد وص خمسة على اتنين سين وص اتنين صد وص اتنين بنعمل ايه بنسم أول حاجة المعاملات تمانية على الاتنين يساوي أربعة سين وص اربعة على سين وص اتنين هنا الرموز متشابهة ينزل الرمز سين ونطرح الأسس أربعة ناقس اتنين يساوي اتنين صد وص خمسة على صد وص اتنين بنفس الفكرة رموز متشابهة ينزل الصد ونطرح الأسس 5 ناقص 2 يساوي 3 يبقى الحل النهائي 4 سين وست 2 صاد وست 3 سؤال الثاني 3 سين وست 3 صاد وست 2 على 21 سين صاد وست 2 نجي نقسم الأعداد في الأول 3 على 21 نلاقي أن 3 أصغر من 21 يبقى ما نفعش عملية الاسمة فنعمل عملية اختصار إذا كان هناك عامل مشترك نلاقي أن في عامل مشترك 3 نقسم على 3 فهل 1 على 3 يساوي 7 تبقى الإجابة 1 على 7 بعد كده نتكلم عن الرموز سين قص 3 على سين السين معناها قص 1 يبقى ينزل السين ونطرح الأسس 3 ناقص 1 يساوي 2 طيب صاد وست 2 على صاد وست 2 بننزل الصاد ونطرح الأسس يطلع الإجابة قص صف تساوي 1 على 7 سين قص 2 طيب صاد وست 0 بكام؟ احنا عارفين قبل كده أن أي عدد قص 0 يساوي 1 مدام يساوي 1 يبقى كنها طارت والواحد ما بيكتبش يبقى الإجابة النهائية 1 على 7 سين قص 2 فقط السؤال الثالث 7 سين قص 6 صاد وست 3 عين على 5 سين قص 3 صاد وست 2 نبدأ بالمعاملات 7 على 5 ما فيش في الاعداد النسبية إجابة ليه 7 على 5 فيبقى العدد النسبي يكتب زي ما هو 7 على 5 سين قص 6 على سين قص 3 رموز متشابه ينزل الرمز سين ونطرح الأسس 6 ناقص 3 يساوي 3 صاد وست 3 على صاد وست 2 رموز متشابه ينزل الصاد ونطرح الأسس 3 ناقص 2 يساوي 1 بعد كده العين وما فيش شبهها تنزل زي ما هو خلصت النتيجة؟ آه طبعا بس صاد وست 1 شكلها مش حلو لأن القص 1 ما بيكتبش وده الأفضل يبقى ممكن نقول بيساوي 7 على 5 سين قص 3 ونخليها صاد بس كده عين وهو ده أفضل في الكتاب تمرين أكمل ما يأتي 1 36 سين قص 5 بقص 8 على 12 سين قص 3 بقص 2 في نقط نجيب الإجابة مكان النقط إزاي؟ مدام هنا عملية ضرب فعشان تطلع النتيجة ناخد النتيج ده ونقسمه على الحد الأول فنعمل عملية إسمه ونقول 36 على 12 يساوي 3 سين قص 5 على سين قص 3 ينزل السين ونطرح الأسس 5 ناقص 3 يساوي 2 بقص 8 على بقص 2 ننزل البي ونطرح الأسس 8 ناقص 2 يساوي 6 يبقى مكان النقط الحد 3 سين قص 2 به قص 6 سؤال الثاني 14 لام وس 7 نون قص 4 يساوي نقط فيه 2 لام وس 7 نون بنفس الفكرة مدام دي عملية ضرب وأنا عايز حد من اللي موجود أخذ النتيج ده وعمل له عملية إسمه على الحد الموجود قدامه فنقول 14 على 2 تطلع النتيجة السبعة لام وس 7 لام وس 7 عبارة عن لام قص صفر وقلنا الكلام ده أي عدد قص صفر ويساوي 1 يبقى ما بنكتبوش مدام كتبنا حاجة قبل كده نون قص 4 على نون النون دي معناها قص 1 يبقى تطلع لإجابة نون ونطرح القصص 4 ناقص 1 وساوي 3 تبقى الإجابة 7 نون قص 3 سؤال الثالث 16 سين قص 4 صاد قص 3 على 5 سين صاد قص 2 نعمل إيه؟ نقسم أولا المعاملات 16 على 5 هنا ما فيش نتيجة في الأعداد النسبية فتكتب زي ما هي 16 على 5 سين قص 4 على سين قلنا برضو السين معناها قص 1 يبقى ننزل السين ونطرح القصص 4 ناقص 1 يساوي 3 صاد قص 3 على صاد قص 2 عبارة عن صاد ونطرح القصص 3 ناقص 2 يساوي 1 الأفضل طبعا ما نكتبش الواحد تبقى صاد بس ويبقى هو ده الحل للنهاء تمرين جديد مسلس طول قعدته 5 سين صاد وحدة طول ومساعة سطحه 15 سين وست 3 صاد وست 2 وحدة مربعة اوجد طول ارتفاع المسلس نحل الكلام ده ازاي؟ لابد اولا من كتابة قانون مساحة المسلس فمساعة المسلس تساوي سمعت حد قال نص في طول القاعدة في الارتفاع اجابة ممتازة يبقى مساحة المسلس نص في طول القاعدة في الارتفاع تعالوا نعوض عن المساحة زي ما هو موجود في التمرين عبارة عن 15 سينوس 3 صاد وست 2 يساوي نص في طول القاعدة خمسة سينصار في الارتفاع تعالوا نصبت الكلام ده يبقى بيساوي نص في خمسة عبارة عن خمسة على اتنين سينصار في الارتفاع زي ما هو طب اجيب الارتفاع ازاي؟ اخذ الحد ده كله اوديه النحاية التانية مأسوم عليه يبقى معانا الارتفاع يساوي شرطة كسر كبيرة كده ونقول الخمستاشر سينوس 3 صاد وست 2 على خمسة على اتنين سينصار ونبدأ عملية الاسمة في البداية نقسم المعاملات خمستاشر على خمسة على اتنين لو مش عارف تعملها بإدناغك تعملها بالآلة الحزب تطلع الإجابة ستة سينوس 3 على سين هنا بننزل الرمز سين ونطرح القصص السين دي معاناها قص واحد يبقى 3 ناقص واحد يساوي 2 ناخد الصاد صاد قص 2 على صاد بنفس الفكرة الصاد معاناها قص واحد تبقى الإجابة صاد ونطرح القصص 2 ناقص واحد يساوي واحد هنا الواحد ما بيكتبش ويبقى هي دي الإجابة النهائية طبعا دي ارتفاع يبقى الإجابة دي التمييز بتاعها وحدة طول إلى هنا عزائي طالبت وطالبات صف الأول الإعداد نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة هو ضرب الحدود الجبرية واسمتها وتعرفنا فيه على كيفية ضرب حد جبري في حد جبري وكيفية اسمت حد جبري على حد جبري آخر وإلى اللقاء في درس جديد من درس مادة الرياضيات